طبعاً جي وافد من اتحاد الدولي من لجنة أو هما المسكين الدبارتمنت أو مسكين الإدارة بتاعة الكرة الخدم المحترفة في العالم في الفيفا وطبعاً وافد كان أحمد هراس ومع محمد من الكاف اللي هما مسكين عن المسويين عن الرخص الأندية فهم طبعاً قالوا هما جيين أصلاً زيارة للاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لكن هما طلبوا أن يزوروا الانتحاد النادي الأهلي لأن طبعاً عارفين قيمة النادي الأهلي وكبر النادي الأهلي فهم طلبوا الحقيقة واتصلوا بنا مبارح أن هما عايزين يجوا يزوروا المكان فالحقيقة هما انبهروا من الهما طبعاً سمعين عن النادي لكن أول مرة يجوا ويشوفوا البنية التحتية ويشوفوا الستاد التيتش ويشوفوا الأنشطة المختلفة اللي موجودة في النادي والحقيقة من ضمن الحاجات اللي هم سألوها هم عايزين يعرفوا رأينا مثلا في الفيفا كلاب وولكوب اللي هي كاس العالم الأندية إيه رأي نادي الأهلي في الموضوع موضوع بتاع الشامبينز ليج اللي هو الدولي الأبطال بتاع أفريقيا فيمكن من ضمن الحاجات اللي أنا قلتها إننا احنا بنحس إن لو قلنا للكاس العالم الأندية احنا بنحس إن بيبقى فيه نوع من عدم التكافؤ أو عدم المشفار يعني إن مثلا النادي بتاع بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية بيتأهل على طول للكورتر فاينل فطبعا هم مفقين جدا بالموضوع ده من ضمن الحاجات في الشامبينز ليج أو الأفريقين شامبينز ليج أو الدولي الأبطال ولتنهم الملاعب ملاعب وحشة جدا فطبعا برضو قالوا احنا فعلا شايفين إن الكلام ده مضبوط وإحنا بنحاول نساعد أو بنحاول إن احنا نزبط الموضوع لأن النادي الأهلي بيعاني جدا لما بيروح أفريقيا في أماكن كتير لأن الملاعب ما تبقاش كويسة الإقامة ما تبقاش كويسة فلازم يبقى فيه تحسين عشان يبقى فيه فعلا تكافؤ فرص ويبقى النادي لما بتلعب وما تبخش بتلعب في بطولة لابد إن يبقى بطولة فيها كل المعطيات اللي تخليك تطلع مبارك كويسة وتطلعك أحسن عندك ويبقى فعلا زي ما بيقولوا ايه لد باست تيم وين او احسن فريق هو اللي يكسب فالحقيقة الناس متفهمة جدا هم عايزين يطوروا من من الشامبينز ليج او الدول اللي أبطال في أوروبا في أفريقيا والحقيقة ان شاء الله هم تمنوا للنادي الأهلي ان شاء الله ان هو يكسب بطولة أفريقيا كالسنادي عشان نوصل كسن عالم الأندية وان شاء الله بإذن الله ده اللي احنا كلنا بنأمل فيه وربنا يكرمنا عشان زي نبدل نحافز على الريادة في أفريقيا ونبقى أسياد أفريقيا زي ما احنا ان شاء الله بإذن الله وان نزود العلامة التاسعة بإذن الله السنة ان شاء الله خالد بيه يمكن سؤال من شاقي ان شاقي الأولاني زيارة زيادية ممكن تفرم عن نادي الألف ايه السؤال التاني او شاقي تاني ان انطباحهم سألتهم عن الانطباع قال لك هم نعرفش في نادي في مصر او في الشرق الاوسط زي بشلونة يعني اجابة كانت بالنسبة لي فخور بيها بالتالي اما يبقى هو موجود في زيارة خاصة في مصر زيارة عمل ويطلب ان هو يزور النادي الأهلي دي تدي لك اجابة على السؤال طبعا هو يعني النادي الأهلي بينفتح على العالم النادي الأهلي وصوله لكاس العالم للأندية خمس مرات ما فيش شك ان ده برضو ادى يعني اسم النادي الأهلي في العالم هو حتى بيقول لي احنا حتى في الفيفا في المكتب بتاع الرئيس بتاعه اللي هو دوسن ده بيقولك كل الشعرات يعني النادي الأهلي موجودة عنده يعني النادي الأهلي already exposed زي ما بيقوله يعني أو منفتح على العالم فالحمد الله رب العالمين هو يمكن سألني سؤال قال لي انتوا ليه مختلفين على البقية الناس فقولتوا احنا مختلفين لان احنا دايما بنفكر بفكر اللي سبقونا وعايزين دايما نوصل يعني ناخد اللي سبقونا دايب هو البنشمارك بتاعنا اللي احنا نتوّر عليه او نحنا نطور عليه والنادي الأهلي زي ما قلنا من زمان بيحارب على ان هو يغير قانون الرياضة ويغير اللوايح كل الحاجات للنادي الأهلي لان شايف الفكر العالمي ماشي ازاي والتطور ماشي ازاي لان الرياضة هي صناعة وليست زي زمان فكر اشتراقي فما فيش شك هو ده اللي بيخلينا مختلفين فالحقيقة هم الناس سبعا مبهورين بالنادي الأهلي نتمنى ان شاء الله بإذن الله ان احنا نبقى عند حص نظن اعضاءنا في النادي الأهلي وعضاء جمعي من محترمة جمهيرنا العظيمة العريضة وبإذن الله تعالى يعني احنا كلنا نتمنى بإذن الله نحن نكسب الطورة أفريقية عشان بإذن الله تكون دي فتحة خير وزي ما قلنا تبقى يعني دايما النادي الأهلي هو اللي بيرسم البسمة على شفاه المصريين عامة يمكن والنادي الأهلوية خاصة فربنا يكرمنا ان شاء الله ويبقى دايما تكدع تحت حظ نظن الجميع ان شاء الله احنا وفد من الاتحاد الأفريقية كورت القدم بنصطحب معانا ممثلين من الاتحاد الدولي كورت القدم الفيفا سبب الزيارة وان احنا متواجدين طبعا في مصر كان عندنا اجتماعات بمناسبة ان احنا بنناقش تجديد برنامج ترخيص الأندية وتطويره وتحسينه عشان يكون اكتر مناسب بطريقة اكبر احتياجات الكورة الأفريقية لكن بما ان احنا متواجدين هنا دايما بسبب علاقاتنا القريبة مع الأندية عن طريق برنامج ترخيص الأندية بنحب ان احنا نزور بعض الأندية نعرف نشوف النجاحات اللي هم وصلوا لها القدرات اللي موجودة عندهم البنية التحتية بتاعتهم نقدر نشوفها بعنينا نقدر نفهم ندي امثلة كويسة للأندية الأخرى برضو نشوف سبل تعاون في المستقبل ما بيننا وما بين الأندية دي فدايما بيبقى كويس ان احنا نكون على علاقة آرب شوية بالأندية وهو ده اتجاه متواجد ان لازم يبقى علاقتنا طبعا بالأساس دايما مع الاتحادات الدولية لكن برضو لازم يكون فيه علاقة جيدة موجودة مع الأندية الأفريقية وبالنسبة لفيفا الأندية في العالم كله فاحنا جايين نقدر نشوف النادي الأهلي القدرات بتاعته البنية التحتية بتاعته نفهم نظام النادي ده بيشتغل ازاي لان هو نظام ممكن يكون مختلف عن أغلب الأندية في أفريقيا أو في العالم ان هو نادي اجتماعي ورياضي كمان في نفس الوقت أغلبية الأندية اللي هم بيشوفوها بيكون رياضية بس بيبقى حاجة كويسة ان هم يشوفوا مثل تاني اللي نادي عنده مسئولية اجتماعية كمان ناحية المجتمعية الواحد بيبقى دايما سعيدا ما بيزور الأندية عموما بيبقى شعور كويس لان الأندية هي اللي عندها المسئولية بتاعت انها تصنع كرة القدم من الأساس فالواحد بيكون مبسوط جدا وبالذات لما بيزور طبعا واحد من أكبر أندية القرى نادي كبير جدا زي النادي الأهلي نادي على المستوى العالمي هم بيقدروا جدا دايماً ما بيجي أي حد من وفد من الفيفا بيسأله دايماً على الأندية كبيرة اللي موجودة في الدول وبيبقوا حبين جداً ان هم يزورها يزوروها فإحنا سعادة جداً احنا موجودين هنا الزيارة كانت هيلة والناس قابلونا على أعلى مستوى كالعادة واحنا سعادة جداً ان احنا بنشوف البنية التحتية بتاعت النادي اللي لسه بيحاولوا حافظوا عليها على قد ما يقدروا ان هم مخالين النادي في مستوى جاي جداً وطبعاً كنت أتمنى ان يبقى فيها وقت أكتر إضافي ان احنا نشوف المشروعات الجديدة بتاعت النادي لكن أكيد ممكن نقدر نعمل حاجة تحد فيهم بيقولها ان ما كانوش متوقعين ان في برشلونة موجودة في مصر فده كلمة كانت ما بيننا وما بين بعض من أولها لكن طبعاً فيه كلام جميل جداً موجود لكن هم أكيد لو زهروا بقيت كمان الانديها في مصر فيها انديها كتير متميزة والواحد بيبقى سعيد بالتعاون مع الانديها المصرية عموما اشتركوا في القناة